التقى المدير التنفيذ لصندوق الرعاية الاجتماعية نجل الصياد رئيس هيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية في المجلس الانتقالي الجنوبي المحامية نيران سوقي وخلال اللقاء قدمت الصياد شرحا وافيا عن أعمال الصندوق المتمثل بتقديم الرعاية الاجتماعية للفئات الفقيرة وذلك من خلال التحويلات النقدية الغير مشروطة متطرقة إلى ما يواجه الصندوق من الصعوبات والتي أهمها عدم عودة برنامج التحويلات النقدية الغير مشروطة كما تم خلال اللقاء استعراض ألية عمل الصندوق خلال المرحلة القادمة وذلك خلال التنسيق المشترك مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي المتمثل بهيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس وإمكانية قيام ورشة عمل للمستفيدين